قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدينا أهم معناوين أخبار اليوم لعبين في المغرب يدشنان حضورهما في الكان لأول مرة أمام القابون مدرب المنتخب القابوني يخرج بتصريح مطير على المنتخب المغربي قبل المواجهة بينهما والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش تدير جيميل الفيديو وتتارك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد أخبار استقر الناخب الوطني وحيد خلال الزيت على وضع ثقته الكاملة في الظاهر الأيمن سوفيان على الكوش للمشاركة بصفات رسمية في مباراة القابون المقررة غدا التلتاء بيواندي لحساب الجولة الثالثة من نهائية كأس الأمام الأفريقية حيث سيشارك على الكوش ظاهر ميتزا الفرنسي في مباراة القابون بشكل رسمي ليعاود أشرف حكيمي الذي سيغيب تفاديا لحصوله على بطاقة صفراء ثانية قد تغيبه عن الضور الثاني من الكأس الأفريقية كما سيشجل لعب كونسبار كرانجرز الإنجليزي إليا الشاحر مشاركته الأولى رفقة المنتخب المغربي في كأس الأمام الأفريقية وذلك بعدما ظل حبيس الاحتياط في مباراة غانا وجزر القمورة خصوصا وأن سليم أملح سيغيب عن مباراة القابون لحصوله أيضا على بطاقة صفراء ما قد يهدده بالغياب عن مباراة الضور الثاني يارب طريس نوفو مدرب المنتخب القابوني أن نظره المغربية جاء لكأس الأمام الأفريقية الكاميرون من أجل الفوز بها لافتا إلى أن خوفه الكاملة من تأثير الغيابات على كتبته وقال المدرب الفرنسي في الندوة الصحافية التي تسبق المواجهة المغرب جاء إلى الكان بهدف الفوز به على الرغم من كل شيء أعرف روح الفريق جيدا وأن في المباراة كل شيء ممكن شارطة أن تكون العناصر حاضرة وأضاف أن قلقوا من مواجهة المغرب لأنهم جاءوا للفوز بالكأس وأربعة من لاعبين الجيدين مصابون بالوباء ما يجعل الأمر صعبا كما أن اثنين من اللاعبين أعيد إلى أنديتهما في الخارج وضمن المنتخب المغربي تأهله سلفا للدور المغالي من الكانة عقب تصدره المجموعة الثالثة لحدود الجولة الثانية برسل ست نقاط فيما مرى المنتخب الجابوني وبنسبة كبيرة لتموني نهائية بتحصله على أربع نقاط ويلتقي الطرفان اليوم الثلاثاء انطلاقا من الساعة من مساء على أرضية ملعب أحمد أهيدجو